حقيقة بننتهز الفرصة في بداية الحلقة ونهني مصر ونهني إخواتنا الأقباط وكل المصريين بعيد الميلاد المجيد كل سنة وإحنا بخير كل سنة وإحنا أفضل وأحسن وكل سنة وربنا يديم علينا نعمة الأمان والاستقرار والفرحة كده تعم البلد كلها وتدخل كل بيت يا رب كل سنة وإحنا بخير كمصريين ومسائل خير يا حسام وكل سنة وإنت طيب سنة وكل المصريين بقى الف خير وصحة وسعادة والحقيقة كان أسبوع مهم وأسبوع طبعا لطيف وفرصة للواحد أنه يجدد نشاطه وحيويته ومشاعره ويكون فيه فترة من الأجازات وناس كتير بتحب مع أول السنة تحط أمال وتموحات وتكتب فإن شاء الله ربنا يجعل هذه السنة يعني سنة مباركة علينا جميعا وبركتها كمان تزداد بمولد طبعا سيدنا المسيح واحتفالنا بعيد الميلاد المجيد طبعا بنهنئ كل إخواتنا الأقباط بهذه المناسبة السعيدة بنهن أنفسنا أيضا نحن كمان بنحتفل بحضراتكم وبنهن كل مسيحية العالم الأردودوكس زي ما هنقنا كمان كل مسيحية العالم الكاتوليك وكل التواقف المسيحية 25 ديسمبل لغاية 7 يناير بنهن الجميع ولأنه في النهاية حمتحدث عن المسيحية قيمة للإنسانية جمعاء وليس لطائفة أو لديانة فقط ده يعني نظرتنا في الدين الإسلامي ونظرت أي واحد بيبص يعني بشكل في قدر من الإنسانية على هذا الكوكب فكل سنة وإحنا كلنا بقال في خير وصحة وسلامة وأنا ممكن ما كنتش موجود معاك الأسبوع اللي فات لك كنت مبسود قوي بأنه المصريين الحقيقة كانوا ماليين الشوارع صح وده دايماً أبلغ وأعظم رد على أي حد بيحاول يعني يحرم أو يقول لأ دي مش من عادتنا أو ما نحتفل الشيء أو ما نعمل كل شيء هذه القصص دي يعني قديمة قوية ونحسبت خلاص طبعاً ما هو الرد دائماً جاء من الشرع المصري الناس بتحب تحتفل وبتحب أنها تدخل البهجة على نفس الناس وحب نحتفل بأي شيء إيجابي وفي قيم إنسانية إنما بنصدأ أي احتفال وأي عيد وأي حاجة جميلة أن احنا كلنا نحتفل مع بعض ونبارك لبعض وهي أيام زي ما أنت قلت كلها فرحة سنة جديدة وإن شاء الله إن شاء الله تبقى سنة سعيدة ويبقى فيها التمنيات والأمال أفضل من يعني العثرات والعقبات اللي احنا يمكن شاهدناها في 2022 ده غير بقى الأعياد اللي طبعاً بنعيشها هذه الأيام واللي نهارده يوم 7 يناير عيد ميلاد المسيح عيد الميلاد المجيد واللي بنحتفل بيه كلنا واللي يمكن شوفنا مبارح برضو مهمة أوي نقف مع حضراتكم قدام مشاهد الاحتفال أو القداس اللي كان قائم مبارح فيه كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة كعته فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيحرص بشكل كبير وبشكل سنوي على التواجد وحضور القداس ومشاركة إخواتنا الأقباط في احتفالاتهم يعني تقليد سنوي الحقيقة مهم وبيحمل دلالاتهم معيني كثير عن فكرة المواطنة في مصر وعن فكرة احترام الجميع في مصر وعن فكرة المشاركة كلنا بنتشارك في الوطن والدين لا يحمل لنا أي وجه من أوجه الاختلاف الحقيقة دي رسالة مهمة وأنا بعتقد يا حسام أن دوة أحد الأعمدة الأساسية فيه لما بنيجي نقول مصطلح الجمهورية الجديدة ده أحد الأعمدة الأساسية في فكرة المواطنة المواطنة الحقيقية بقى مش الكلام يعني التقليدي أو الكلام المكرر لا المواطنة الحقيقية هي مشاركتنا كلنا في هذا الوطن كلنا نتمنى لهذا الوطن دوام الأمان والاستقرار وكلنا بتنتبنى المشاعر الوحدة كلنا بنتشارك في كل شيء في الصراء وفي الضراء وفي الأوقات الصعبة قبل الحلو والحلو والمر ما فيش فكرة أنه يعني إحنا متبعدين أو مختلفين دي خلاص أتصور انتهى يعني زمنها أول عهدها طبعا كمان قدس عديد دايما يعني بيرتبط بالواحد بالذكريات الحقيقة جميلة وإيجابية وزمان وإحنا لما كنا نروح الكنيسة في العباسية وإحنا مرسلين صغيرين نغطي طبعا الاحتفالات ونقابل أخواتنا مساحيين كان يوم كبير ويوم مهم طبعا كان يوم كبير ويوم مهم وكنا بمبسط إحنا كمان كلنا بوجودنا والتشارك أيضا واحترام مشاعر الآخر وديانة الآخر ومعتقدات الآخر أعتقد ده وجه جديد من الجمهورية الجديدة لكلنا بنسعى إليه وكمان كعادة الرئيس هو بيأكد على هذا المفهوم من خلال تواجده في الكنيسة ويحرصه على مشاركة الإخوة الأكباط في كل طبعا عيد ميلاد ودي السنة الجديدة اللي هو استناها سيادة الرئيس وإن احنا طبعا كنا بنبسط كل ما بنشوف هذه المشاعر خاصة أنه كمان ده بيدخل يعني الفرح على قلب الأكباط وزمائلنا المساحيين وكمان المتواجدين في القدس تحديدا وده كان مواضح يعني مظاهر الاحتفال والبهجة والرئيس من أول ما دخل لغاية جوه الناس كانت تحب تتصور معه وياخدوا معه سيلفي والذي يدينه كارت والذي يدينه لوحة يعني طبعا ده طالما ده بيدخل يعني المشاعر الطيبة على نفوس الناس فده يبسطن جميع أنا لفت نظري قوي دوت يعني يشوف من أول لحظة الدخول لحد يشوف يعني يفضل يمشي سيادة الرئيس قد إيه يفضل يمشي مسافة يعني لا بأس بيها أبدا وطول المسافة دي هو مختلط بالناس طول المسافة دي وهو بيمد إيده يسلم على ده يمد إيده طبطب على ده يمد إيده يعني يستقبل أو بياخد سيلفيه يشوف من سيدة من أطفال حتى كانوا يشوف الست بالطبطب على كتفه يعني أنا ده كان بالنسبة لي مشهد جميل قوي صراحة ولطيف وفي تلقائية وفي يعني هو ده الحقيقة اللي بيعبر عن حب الناس الحقيقي بدون زيف بدون يعني يعني اي نوع من أنواع التمثيل دلق القائية اللي زهرة في الوشوش وجهره في الناس وهاي بتسلم على الرايس وزاهرة كمان في فرحة الرايس وهو موجود في وسطيهم وتلقائيته يعني يواقف يسلم على كل الناس ويمدي إيده لكل الناس وما فيش أي نوع من أنواع يعني الحدود أو الفواصل بينه وبين الناس في المشهد الجميل ده الحقيقة مشهد مهم مبارحو وأنا بدبست لما أشوفوه ويشبه مشهد السنر اللي قبلها واللي قبلها يعني longtime مشهد مهم